شرع عمال شركة بيترو مسيل النفطية بحضر موت اليوم الخميس في تنفيذ برنامج احتجاجي للمطالبة بحقوق وتسويات مالية ونفذ العشرات من العمال وقف احتجاجي أمام مقر الشركة ضمن تصعيدا جديد للمطالبة بتنفيذ حقوق مشروعة كما يطالب المحتجون بتحسين أوضاعهم وفق ما تنظمه الأنظمة واللوائح والرفع من إجراءات السلامة المهنية إلى شبه حيث حذر الدفاع المدني السكان من التعرض لمخاطر السيول في ظل أنباء عن منخفض جوي ونبه مدير مصلحة الدفاع المدني في المحافظة محمد أحمد في تصريح لقناة يمن شباب المواطنين من السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة التي تستمر لعدة أيام وأشار إلى أن المناخ سيتخلله أمطار غزيرة ورياح عاصفة على بعض المديريات وفقا لما أفادت به دائرة الأرصاد الجوية وطالب المواطنين بعدم التحرك بالمركبات في مجرى السيل وعدم الدخول في تجمعات المياه تفاديا للتعرض إلى الخطر نحذر أخوانا المواطنون في محافظة شباب من عدم المجازفة في الدخول في الأودية العميقة وكذلك في استخدام السيارات في بعض الأماكن الخطرة وعليهم الانتباه قون هذا المنخفض لا يظهر لك جانب الرعد أو البرق وإنما يكون مطر بعض وقات بدون أمطار حتى لا تشعر بأن هناك في مطر وعليهم نرجو منكم تجنب الأودية لكون المحافظة شباب توجد فيها كثير من الأودية الطويلة والعميقة ولا تشاهد المطر إلا بوجود السيل فعليهم أننا نحذر قام الدفاع المدني بنشر الطوعية والتحذيرات والإرشادات في تجنب الأودية وفي تجنب الشعاب العميقة كما قمنا بوضع رشدات وكما قمنا ببرنامج عبر إضاعة عتق المحلية